قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا تخيل دي كلمات الله فتخيل لو كان كلمات الله كمان موصوفة بأنها كلمات الله التامة فأنت بتتكلم عن شيء عظيم شيء كل ضر وكل خبس وكل أذى يذوب فيه فحضرت النبي بيعلمنا حاجة مهمة جدا أن احنا لما نستعيذ بكلمات الله التامة نحن لا نستعيذ بشيء هين ولكن نحن نستعيذ بشيء مطلاطم واسع عظيم ليه؟ لأن هذه الكلمات لم تأخذ قوتها من حروفها ولكن أخذت كلمتها من المعنى الذي هو منسوب إلى الله فلو نظرنا إلى كلمة لا إله إلا الله لو نظرنا إلى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لو نظرنا إلى كلمة حسبي الله ونعم الوكيل لما نظرنا إلى كل هذه الكلمات فسنجد أن هذه الكلمات كلها تحيلنا على من؟ على جليل قدر الله سبحانه وتعالى فإحنا بنعلم أولادنا إيه؟ بنعلم أولادنا أن حياتنا ملها حياتنا إذا نظرنا إليها لا نقول بأنها تخلو من المخاطر فتخلو من المخاطر مصدره قد يكون حسي زي الأشياء المؤذية الحسية زي الهمة زي الأشياء السمة زي الحية والثعبان وغيره فأشياء ونشوف إحنا الحاجات دي إزاي الربط بينها إيه اللي حصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعيزهم من الشيطان من الشيطان وكل ما في الغيب مما يمكن أن يؤذي الإنسان من وسوسته من خبثه من أزاء وكذلك من الأشياء الحسية وكذلك من الإنس وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعيزهم من كل مصادر الأزاء سواء كان مصادر الأزاء ده حسي زي الهمة أو إذا كان غيبي زي الشيطان أو إذا كان من الإنسان دي أكثر المصادر اللي بتيجي منها الأذى للإنسان فبيعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة مهمة دايماً بنتعلم وخاصةً دايماً فيه ناس كتيرة وهي بتقرأ الأحاديث بيبقى همها إن هي تقول وتتكلم عن قوة الكلام لكن الحقيقة إن حاضر تنمي ما كانش بيحنة على قوة الكلام كان بيحنة على الدخول في أمان من الكلام منسوب إليه يعني إيه؟ يعني بيحنة على الدخول في أمان الله أعيذكما بكلمات الله التمات يعني على فكرة ليس بعيداً أن يأتي أحد ويقول ليس بعيداً في فهم الحديث أن يقول أحدهم وكل كلمات الله تمات يعني وكاين بيقول أعيذكما بكلمات الله التي هي التمات يعني كل كلام الله تام ولذلك إلا حاصل كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه فكلام تام تم المعنى وتم البركة فجزء من الكلام التام هو إلا حاصل جزء من الكلام التام هو تم ماذا؟ تام إدخال العبد فيه حمى مولاه سبحانه وتعالى طب المعنى ده أنا عايز أسس بي إيه؟ عايز أسس بيه أن كلمات الله تذكرنا بأننا إيه اللي حاصل؟ تذكرنا بمجموعة من المبادئ خمس مبادئ مهمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله لك أن الأقدار حامية للإنسان ومطمئنة للإنسان بأنه في حمى الرحمن ولذلك كل حياتك محمية كل حياتك مضمونة فلما كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو على سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ولاحظ هذه الحالة العائلية سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين ويعوزهما هي حالة فيها أمان مش حالة فيها خوف يعني الحالة اللي فيها حضرة النبي دي حالة تشعرك بأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مش خايف عليهم ومرعوب عليهم وعايز يأمنهم لكن حضرة النبي بيعلمهم القيمة وخاصة في وجود سيدنا عبد الله بن عباس ليه في وجود سيدنا عبد الله بن عباس لإني ما ينفعش نفهم ده من غير ما نفهم أن رسول الله كمان بيربي سيدنا عبد الله بن عباس وبيعلمه